اهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء المخاطر المجتمعية جمّة بسبب انتشار السلاح وفوضى الاتجار به في العراق اذ اصبحت ظاهرة ومشكلة تهدد الامن المجتمعي اذ تشهد معظم محافظات ومدن العراق وفي مقدمتها بغداد انتشارا كبيرا لظاهرة انتشار السلاح المرخص وغير المرخص حتى انتشرت السوق السوداء يقولها تجار متنفذون بحسابات يديرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ما تسبب بفوضى عارمة نتاجها القتل وتصفية الجسدية والجريمة التي تزداد فضاعتها منذ عام 2003 وحتى الآن ابتدأت ربما بتصفية العلماء والاساتذة الجامعيين والاطباء والنخب المجتمعية وامتدت الى قتل المواطنين على الهوية لتحقيق اهداف اجندات دولية واقليمية ومشاريع التغيير الديمغرافي مثل ما يرى مراقبون ومحللون ظاهرت فوضى انتشار السلاح والاتجار به لها جذور ربما منذ احتلال العراق وتلاعياتها الكارثية على المجتمع العراقي كبيرة وخطيرة ومستمرة حيث تبلغ قيمة العقود التي ابرمتها الحكومات المتعاقبة لشراء السلاح منذ العام 2003 150 مليار دولار ابرمت مع امريكا وروسيا وتشيك وإيران وفرنسا وهنغاريا والصين تبلغ قيمة العقود الوهمية التي ابرمت في عهد نور المالكي وحده 44 مليار دولار مع امريكا وتشيك وروسيا والتي لم يستلم العراق تلك الاسلحة حتى يومنا هذا السلاح اليوم يمكن اقتناؤه بسهولة بعد اقرار قانون 51 لسنة 2017 حيازة وحمل السلاح المرخص من وزارة الداخلية لمن يزيد عمره على 25 سنة مع انتشار السوق السوداء التي غطت على المحلات المرخصة وكذلك الميليشيات التي تستحوذ على السلاح فهي لها قانونها الخاص الذي لا يخضع لقانون الدولة حتى اصبحت لغة السلاح لها حضورها في كل الشوارع والازقة في العراق واصبح القتل لغة العصر في العراق وسمة من سمات حكومات ما بعد الاحتلال والميليشيات المتنفذة والمدعومة من دول اقليمية نسلط الضوء مشاهدين الكرام على اسباب انتشار السلاح والاتجار به في العراق مع ازدياد نسبة الجريمة والاغتيالات للمواطنين وكيف سينعكس او تنعكس هذه المشكلة او استمرارها ايضا على انتشار على الواقع المجتمعي في العراق وخاصة بيد الميليشيات المنتشرة والمتهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية بدوافع طائفية دون رادع من قانون ارحب بضيفي في الاستوديو الاستاذ الدكتور فاروق الفتيان الاكاديمي والسفير العراقي السابق مرحبا بك دكتور فاروق اهلا وسهلا بك اهلا بك ضيفي الكريم ارحب ايضا بالاستاذ ضياء الشمري امين المنظمة العربية لحقوق الانسان في النمسا استاذ ضياء مرحبا بك اهلا وسهلا بك اهلا بك ومن الدوحة الاستاذ اياد الدليمي الكاتب والصحفي العراقي ينضم معنا مرحبا بك استاذ اياد اياك الله عزيز اهلا بكم ضيوفي الكرام اذا مشاهدين الكرام نتابع سويا قبل ان نبدأ بالحوار هذا التقرير الذي يبين مدى فضاعة المشكلة التي يمر بها العراق الان حتى صار صوت اطلاق الرصاص وعمليات القتل والاغتيالات امر بديهي وطبيعي في العراق منذ العام 2003 وحتى الان لنتابع وطلبات الاسلحة المتزايدة في ظل غياب القانون والدور الحكومي للحد منها كونها واحدة من ابرز الاسباب التي تنمي العنف وتغذي بشكل كبير النزاعات المسلحة الفوضى العارمة التي احدثها الاحتلال والحكومات الخاوية من بعده ادت الانتقال ملايين الاسلحة الى ايد الميليشيات التي تستخدمها في القتل والسرقات وابتزاز المواطنين مما يشكل تهديدا لاستقرار البلاد واستقلق كبير في اوساط المدنيين من شيوع تجارة الاسلحة وما تسببه من خطورة على الارواح والممتلكات وارتفاع معدلات الجريمة فيما قدرت القوات الامريكية وزن الاسلحة غير المرخصة المنتشرة في الشارع العراقي بستمائة وخمسين الف طن معظمها من المسدسات والرشاشات والمفارقة ان جميع احزاب السلطة والاحزاب المتنفذة تدعو الى حصر السلاح بيد الدولة من دون ان تقدم هذه الاحزاب اي بادرة تعزز من دعواتها تلك خاصة وان غالبية هذه الاحزاب لديها ميليشيات مدججة بالسلاح اذا استمعنا مشاهدين الكرام وشاهدنا هذا التقرير عن انتشار السلاح في العراق والمخاطر الجمة التي تهدد العراق ارحب بضيفي مورة المخافة في الاستوديو والاستاذ الدكتور فاروق الفتيانة الاكاديمي والسفير العراقي السابق دكتور فاروق بلا شك ان مشكلة انتشار السلاح والاتجار به ربما يصف والبعض انها سمتان من سمات حكومات ما بعد الاحتلال ازدياد معدلات الجريمة حصر السلاح بيد الدولة يعني ستمائة وخمسين الف طن من الاسلحة كشفت عنه الولايات المتحدة مجرد مسدسات وبندقيات يعني في ضوء هذه الفوضى من الاسلحة انتشار السوق السوداء مع ازدياد معدلات الجريمة الاغتيالات التي شهدها العراق منذ عام 2003 وحتى الان يعني لا تسأل عن اسباب انتشار السلاح والاتجار به على هذا النحو المرعب في العراق بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك وإلى ضيوفك الكرام وبالأخص الأخ أبو أمين ضياء الشمر يا الصديق والأخي العزيز حياكم الله بالمناسبة الانتشار السلاح لم يعني امريكا هي تطرح عن ستمائة وخمسين الف طن من الاسلحة وهي المسؤولة الاولى ما نقول الاخيرة ولكن هي الاولى عن انتشار هذه الاسلحة بعد 2003 الكل يعرف ان امريكا حاولت ان اولا حلت الجيش العراقي حولت المعسكرات التي كانت تابعة للجيش العراقي الى مناطق مفتوحة سمحت للعصابات للميليشيات للسراق ان تستولي على اسلحة الجيش العراقي في تلك الفترة بعد ذلك المعروف انه جار ايران ايران الها ميليشيات ليست وليدة اليوم وليست وليدة 2003 خلال الحرب العراقية الايرانية ايران اسست ما يسمى بمنظمة بدر وقبل ذلك اذا ناخذها على لبنان منظمة امل حركة امل ومن ثم حزب الله فاذا ايران من سياسته هي توزيع السلاح الى الحركات التي تنشئها في المنطقة سواء كانت في العراق او غير العراق والعراق لانه بعد الاحتلال اصبحت السلطة غير موجودة امريكا سياسته فتحت الحدود على الغارب لمدة عام كامل هذه الاسلحة وزعت الى اتجاهات معينة بعد 2005 2006 2007 بدأت تحرك اخر باتجاه حصر السلاح بجهات معينة وبميليشيات معينة واصبح الى 2011 محسومة مناطق معينة يمنح بها اللي يحمل مسدس يروح اربع ارهاب ومناطق اخرى عندما يتزوج احد الافراد تنزل مدافع على الشاشة ومضادات للطائرة فللأسف الاحزاب الحاكمة كلها تمتلك ميليشيات وهذه الميليشيات كلها تمتلك سلاح سواء كانت سلاح مرخص او غير مرخص انا اعتقد انه السلاح اللي يتم تلك الميليشيات حتى اذا كان مرخص فهو غير خاضع لسلطة الدولة لانه هذا يستخدم في المجال اللي تستخدم الميليشية وليس في قرار وزارة الدفاع او قطعات الجيش العراق بالفعل هناك تناقض مناطق دون مناطق مناطق يتم اتهم ساكنيها عندما يوجد لديهم سلاح بالمادة اربع ارهاب وهناك مناطق يكون فيها اطلاق رصاص بشكل عشوائي في العراس والمناسبات وفوز المنتخب العراقي وعمليات القتل والابتيالات والصراعات بين الاحزاب والميليشيات او حتى العشائر او الافخاد نعم اذا فعلا هذا تنقل ارحب بالاستاذ ضياء الشمبري امين المنظمة العربية لحقوق الانسان في النمسا استاذ ضياء بداية مرحبا بك يعني الامن المجتمعي هو غاية دائما ما يسعى العالم دول العالم المتقدم دول العالم النامي الى تحقيقها يعني انتشار السلاح على هذا النحو في العراق وبهذا النحو المرعب بحيث اصبح اطلاق الرصاص وعمليات القتل والاغتيال امرا طبيعيا وبدهيا في العراق واعتاد عليه العراقيون منذ العام 2003 وحتى الان هذه الفوضى الى اي مدى هي ممد خطورتها على الامن المجتمعي العراقي بالبداية تحية الى ضيوفك الكرام وتحية الى كل العاملين في القناة الرافدين او تحية خاصة للدكتور فاروق انا اشكر انه حياني حقيقة ما قاله الرفيق فاروق هو في صميم الموضوع ولكن احب ان اضيف بعد احتلال العراق وبدأت الفوضى وفتح الجيش الامريكي حل الجيش العراقي وحل كل المؤسسات العراقية الامنية واصبحت هذه المؤسسات مباحة من قبل المؤسسات والميليشيات والناس العاديين سرقوا ما يمكن ان يسرقوه من المداخر الاسلحة الموجودة للعراقيين لكن هناك نقاط من هو المسؤول عن هذه الجرائم حقيقة هي هذه جريمة ضد البشرية حينما يحملون السلاح في جميع الشعب العراقي يملكون السلاح وهذه الاسلحة التي تقتل العراقيين انا اتوقع هذه من بداية الاحتلال هي عملية مبرمجة من قبل المحتل الامريكي حتى يملكون العراقيين ويتقاتلون مع بعضهم على اسباب طائفية او اسباب ارقية او اسباب عشائرية او اسباب انتقامية او اسباب كيدية هذه العمليات كانت مبرمجة لانه حينما تحدث الفوضى وهي فوضى مبرمجة من قبل المحتل ويستمر العمل على هذه العملية حقيقة هذه عملية لا يمكن ان نقول هي عملية عفوائية او نتجة عن غلطة من الولايات المتحدة الامريكية انا اقول لا هذه ليست غلطة مثل ما حدث في العراق بتدمير الاثار العراقية لم تكن غلطة ولكن كانت عملية مبرمجة لتدمير تاريخ العراق وتدمير الشخصية العراقية بدأوا يقتلون العراقيين العراقي يقتل اخيه لأسباب مادية او اسباب اخرى يقتضي من عنها انه ينال ما ينال من اخوه او صديقة هذه العملية هي عملية انتقامية للشعب العراقي الشعب العراقي المفروض ان ينتبه لهذه الحالة سأعود اليكم ورحمة الله أستاذي يا شمري أرحب بالأستاذ اياد الديني من الكاتب والصحفي العراقي انضمعنا عبر الهاتف من الدوحة ساذ ياد مرحبا بك فوضى السلاح اهلا بك ساذ ياد فوضى السلاح الى اي مدى ترى انها فعلا كان هدفا من اهداف الاحتلال الامريكي قبل العام 2003 اي انه امر مخطط له وليس جاء بالصدفة يعني بالتأكيد الحديث عن فوضى السلاح في العراق ليس وليد اللحظة وانما هو امر يعود الى 2003 وبعد 2003 عملية فتح المعاشكرات الجيش العراقي مع عملية وجود اسواق منتشرة بالاحياء السكنية لبيع السلاح هذه اشياء كلها شاهدناها بالتأكيد هذا الامر كان يصفي من صحة القوات الامريكية بالدرجة الاولى هم ارادوا بداية ان ينزعوا ما يقال هيبة الجيش العراق الذي كان موجود ارادوا ان يفتحوا هذه المحظورات التي كانت محظورة الى القوات الامنية والقوات العسكرية وبالتالي اصبح السلاح في متناول ليد الجميع شاهدنا ما هي تداعيات هذا الامر بداية على القوات الامريكية ذاتها التي وقعت في شر اعمالها كما يقال عندما استولت للمقاومة العراقية الباسلة على الكثير من مخازن السلاح وصارت تضرب بها القوات الامريكية لكن طبعا بعد ذلك شاهدنا ان هناك عملية حصر للسلاح لكنها حصر للسلاح بيد مكون على حساب مكون اخر وليس بيد الدولة كما يدعي البعض للأسف هذه الحالة موجودة قبل ما يقالب عدة اشهر كانت هناك دعوة من قبل مقتدى الصدر لان تكون مدينة الصدر مدينة خالية من السلاح ونزع السلاح من يد الاهالي ولكن ما الذي حدث لم يحدث اي شيء بقي السلاح بيد الاهالي لم يتمكن احد من اخذ السلاح من يد الاهالي في مدينة الصدر بينما على العكس تشاهد انك لو كنت في الانبار او كنت في الموصل او كنت في صلاح الدين فعلا ان اقتناء السلاح جريما يأتي بعد ذلك عملية شرعنة حمل السلاح وحيازته هناك اليوم قانون عراقي صدر قبل ما يقارب عدة اشهر او ربما سنة شرعن عملية حيازة السلاح وهناك الكثير يذهبون الى الدوائر الامنية المفتصة من اجل الحصول على سلاح وترخيص رسمي المشكلة اننا اليوم لا نجد اي جدية من قبل الدولة لمحاربة هذه الظاهرة او محاولة حصر السلاح بيد الدولة والسبب اول شيء من ان الدولة ضعيفة او وسلطة القانون في هذه الدولة شبه غائدة الشيء الاخر ان القوة الميليشيات الموجودة اليوم في الشارع العراقي والممتدة على طول خارطة العراق هذه القوة اصبحت تضاهي بل تفوق في كثير من المراحل قوة وهيبة الدولة ليس من الناحية القوة العسكرية فحسب وانما حتى سياسيا لم يعد هناك امكان رئيس الوزراء ان يحمل ميليشية صغيرة موجودة في الشارع العراقي مسؤولية قتل احد الاشخاص وهو يعرف والقانون يعرف والقضاء يعرف ان هذه الجهة متهمة بقتل شخص عراقي اخر بالتالي غياب هيبة الدولة بشكل شبه كامل غياب قوة الدولة وسلطانها وقانونها وعدم قدرتها على تنفيذ حتى القوانين التي تسنها ادى بنا الى اننا نشهد اليوم حالة انتشار طضيعة جدا لهذا السلاح المنفلث وبيد جماعات دعمت ودربت كثير منها في ايران وبيد جماعات اخرى جماعات الجريمة جماعات مافيات كثيرة اليوم انتشرت تحت غطاء هذه الميليشيا او تلك الميليشيا اليوم هناك عملية تجارة رائجة جدا للسلاح بالعراق السعر السلاح سعر قطعة السلاح اليوم في العراق ارخص من سعر قطعة السلاح في دول الجوار والسبب ان عملات التهريب مفتوحة الدولة غير قادرة على ضبط هذا السلاح الامر الاخر ان هذه العمليات تتم بحماية وشرعنا كاملة من قبل الميليشيات التي لها القول الفصل في الوضع الحالي في هذه النقطة سيد اياد اسمح لي فقط ننتقل الى الدكتور فاروق دكتور فاروق يعني هناك امر من التناقض يعني بداية صحيفة الاندبندنت البريطانية قالت بوصفها للميليشيات في العراق انها تمثل ربما دولة في داخل دولة دائما الشعار الذي تطلقه حكومات ما بعد الاحتلال دائما حصر السلاح بيد الدولة حصر السلاح بيد الدولة ولكن الامر هنا فيه شيء كبير من التناقض عندما يتم سن قانون عام 2017 المرقم 51 الذي يسمح لأي شخص بإمكانه أن يذهب مثلما يذهب إلى الصيدلية لشراء دواء مثلما يذهب إلى سوق الملابس لإقتناء أي شيء من الملابس يذهب ليشتري السلاح والشرط هو أن يكون عمره 25 سنة فما فوق يعني نريد أن نفهم ما سر في هذا التناقض حصر السلاح بيد الدولة وبيع السلاح نرجع إلى مفهوم الدولة بالنسبة لهم من هي الدولة لا توجد دولة بالنسبة لمن يحكم العراق اليوم يعتبر الدولة هي الأحزاب التي تستلم السلطة أحزاب المستلمة للسلطة كلها تمتلك ميليشيات هذه الميليشيات يعني إذا جئنا هذه الميليشيات من أين أتت كيف أتت من هو السند من هو الذي يزودها السلاح من هو الذي يزودها المال إذن هذه الميليشيات هي تعتبر جزء من ما يسمى الدولة التي تحكم السلطة التي تحكم العراق فإذن وجود الأسلحة لدى الميليشيات هو يعتبر بالنسبة لهم يعني إذا نأخذ حزب الدعوة أو نأخذ أي منظمة بدر أو أي من المنظمات أو أي من الميليشيات الموجودة الآن جاوزت الميت مجموعة هذه المجامية الآن قسم منها غير من ضبطة وبدليل أنه نفس قوات الحشد بدأت تداهم قوات أخرى فإذن حصر السلاح بيد الدولة شعار مطروح ولكن تفسيرهم للدولة ومن يمثل الدولة هو هذا هذه هي المشكلة عندما يكون المسدس يحكم أربع إرهاب في مدينة معينة أو الرشاشة ويحكم عليها ربما بالأعدام تجدها هي كأنما موبايل بدل الموبايل من جهاز من ما نقول اسم الجهاز من الجهاز النقال هذا الجهاز القديم إلى الجهاز الجديد بدل قطعة السلاحة وبدل وبشكل علني وبشكل مفتوح وصورهم ويطلع بالأعراس وبالشوارع وحتى بالعرضات التي يسموها العرضات تطلع أسلحة حتى مقاومة طائرات في هذه الأسلحة عندما يصير صراع على قطعة أرض صغيرة تجد المجاميع تحمل أسلحة وكأنما ذاهبين إلى معركة مع عدو خارجي فلذلك السلاح الموجود هو من نقول عدد حصر السلاح بيد الدولة هي كلمة حق راد بها باطل الدولة بمفهومهم هذه الميليشيات هي من ضمن الدولة هذه العصابات هي من ضمن الدولة ولذلك ما يجري الآن في الموصل ما يجري في الفلوجة ما يجري في أطراف بغداد لا تعتبر الدولة خرق للقانون الذي يعتبر خرق للقانون هم سكان المناطق الاعتقالات العشوائية الاعتقالات التغييب الكثير من الناس هذه كلها هي سببها ظاهرة انتشار السلاح ظاهرة انتشار السلاح أذكرت أنت حضرتك أنه يقتل صحفي معين أو إعلامي معين أو عالم معين أو أستاذ معين ومعروف الجهة التي قتلت هذا أو قامت بهذه الجريمة لكن لا توجد قوة قادرة على أن تتجرأ والداهم هذه القوة وتعتقلها نتيجة إجرامها لأنه الدولة داخل دولة وفي بعض الأحيان تكون الدولة الداخلية هي أقوى من الدولة الضعف في منظمة القضاء يعني في الشكل العام نعم سيد ضياء الشمري ربما نسمع كثيرا عن موافيات السلاح وأنها لا تقل خطورة عن موافيات المخدرات وموافيات تجارة العضاء البشرية ولكن في العراق تحديدا المجتمع الدولي تحديدا الأمم المتحدة القانون الدولي المنظمات الإنسانية كل ما يجري في العراق ليس بخاف على أحد بوجود مواقع التواصل الاجتماعي بوجود هذه الأخبار التي تتحدث عن عمليات القتل هنا وهناك بالمئات في العراق خلال الشهر الواحد ربما يعني من وجهة نظرك هل الأمم المتحدة قد عملت ما بيسعها ولا سبيل لتغيير الواقع في العراق إلا بالتقارير التي تركن على الرف الدكتور فاروخ ذكر أنه لا توجد دولة وهذا الكلام صحيح لا توجد دولة في الوقت الحاضر بمعنى الدولة ممكن لاعتراض به الموجود في العراق في الوقت الحاضر هي عصابات تحكم الدولة والميليشيات هي التي تحكم الدولة ليست الدولة لها سلطة على الميليشيات بالعكد وإنما هي الميليشيات لها سلطة على الدولة إذن الأمم المتحدة تتعامل مع دولة وليست التعامل الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي يتعامل مع إصابات الإصابات لا يمكن التعامل معها إطلاقا هنا تطلق مجموعة ومجموعة أخرى تقول هكذا هذه الأحكام توجد في العراق فقط لا توجد في أي بلد آخر لأنه لا توجد دولة في العراق ممكن أن تحاسبها الأمم المتحدة الأمم المتحدة لا يمكن أن تعترف بهذه الحكومة العراقية كحكومة عراقية ممكن الاعتراف بها دوليا نعم هناك العالم العراقي مرفوع على السفارات العراقية ومرفوع بالجامعة العربية ومرفوع بالأمم المتحدة ولكن هل موجودة فعلا حكومة وإنما ذول الحكومة مسيرين وليست مخيرين يعني الأمم المتحدة أليست هي معترفة بحكومات ما بعد الاحتلال هل تجرع على عدم الاعتراف بحكومة أنشأتها الولايات المتحدة بعد احتلال العراق والله بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة العراقية غير معترف بها دوليا ولهذا السبب أنه المحاكمة الدولية لا تحترف بالقضاء العراقي عينما المحاكمة الدولية لا تحترف بالقضاء العراقي كقضاء عادل إذن الحكومة غير عادلة إذن الحكومة غير معترف بها من ناحية أخرى يعني لازم نعرف أنه حتى المحاكمة الدولية الموجودة في أوروبا لا تحترف بالمحاكمة العراقية حتى لا تبعت عن رسائل الطلب مجرم قام بجريمة داخل العراق لا يمكن هذه الدول أن تسلم هذا المجرم للعراق لأنه المحاكم القضاء العراقي غير معترف به دولية إذن الضغط الأمريكي اللي يقولونهم هذه الدولة ويعلمون جيدا أنه لا توجد دولة في العراق أنه يتعاملون مع هذه الدولة وبعض الدول ستتعامل مع هذه الدولة فقط لكسب المال وليس إلا أن هذه التجارة هي تجارة مربحة وتجارة من هذا العقد ولا لك العقد والدول ستتعامل مع العراق ككسب مال وليس كدولة محترمة من قبل الدول العالم لا توجد قيمة للحكومة العراقية في الوقت الحاضر في المجتمع الدولي إطلاع نعم أستاذ يدي دليمي القوانين التي أصدرتها حكومات ما بعد الاحتلال مثل ما تفضلتم أنها قوانين تحضوا على العنف وتحضوا على الجريمة والفوضى فوضى انتشار السلاح ولكن ما الأهداف البعض يرى بأن هناك أهدافا ربما إقليمية تجري على قدم وساق في العراق من خلال انتشار السلاح على هذا النحو منها مثلا مشاريع التغيير الديمغرافي إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ يعني لحد كبير هذا الكلام دقيق يعني عندما انتشر السلاح وثم بدأت عمليات حصر السلاح لمكون على حساب مكون آخر شاهدنا أن كثير من عمليات الاغتيال والتصفيات التي كانت تتم إما على أسس طائفية أو على أسس عرقية أو حتى على أسس سياسية في بعض الأحيان كان هدفها إما التغيير الديمغرافي أو عملية إسكات أي صوت معارض لهذه الحكومات التي توالت على حكم العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم عملية انتشار السلاح التي تجري الآن في العراق هذه العملية بالتأكيد أدت إلى آثار اجتماعية خطيرة جدا هذه الآثار الاجتماعية حولت من المجتمع العراقي حولت المجتمع العراقي إلى مجتمع خائف مجتمع غير قادر على التعبير عن آرائه بمنتهى الحرية شاهدنا عملية اغتيال الرواي العراقي على المشذوب في كربلاء بعد ضوص بسيط وقصير على الفيسبوك تحدث فيه عن إيران هل يعقل أن عملية اغتيال رواي مثل هذا في منطقة سكانية معروفة في داخل كربلاء تتم دون الإمسات بالفاعلين الفاعل كما هو معروف وكما نشرت العبيد من المواقع الإخبارية العراقية ينتبه إلى ميليشيات معينة هذه الميليشيات تمتلك سطوة وتمتلك سلطة وتمتلك سلاح وتمتلك دعم إيراني كبير جدا سكتت وصمتت الدولة ومرت الجريمة مثل هذه الجرائم كانت كثيرة وكثيرة جدا هذه كانت رسائل ملظمة رسائل مليئة بالرصاص رسائل مليئة بالدم لكل من يحتزم أو يرغب أو يريد أن يعارض ما يجري اليوم في العراق بالتالي عملية انتشار السلاح تأكيد هي مدعوة من أطراف أقليمية عملية انتشار السلاح اليوم لو راجعنا بعض التقارير والإخبارية التي نشرت في مواقع عراقية لو وجدنا أن الكثير من السلاح كان يمر ولا زال يمر عبر بوابة إيران هذه البوابة التي يتم تهريب كميات كبيرة من السلاح منها يا أخي ليس الأمر يعني تعدى عملية انتشار اليوم هناك عمليات الشرطة العراقية تعلم بين وقت وآخر عن عملية السيطرة والاستحواذ على كميات كبيرة من السي فور طيب هذا السي فور كيف يدخل؟ هذا السي فور كان يدخل من إيران وما زال يدخل من إيران وهناك جهات تقوم بعملية استخدام هذا السي فور في التفجيرات طبعا التفجيرات في العراق في الغالب هي تفجيرات سياسية تقوم بها ميليشيات وجهات لديها أجدات معينة في داخل العراق بالتالي عملية حصر السلاح والحديث عن حصر السلاح هذا يكون عندما تكون هناك رغبة حقيقية من قبل الدولة عندما تكون حكومة قادرة عندما تكون هذه الحكومة فعلا جاءت نابعة من هذا الشعب الحكومات وكما جرت العادة منذ عام 2003 وحتى اليوم هي حكومات شكلية صورية تتحكم بها ويتحكم بها من الخارج من قبل هذا الطرف أو ذات جاءت تنفيذ أو تأتي لتنفيذ أجندات معينة لا قدرة لها ولا أي نفوذ ولا أي سلطة لها على تنفيذ الكثير من الوعود والقوانين التي تطرحها هي وتسنها وتشرحنها بالتالي نحن اليوم أمام معضلة كبيرة وكبيرة جدا هناك اليوم عشائر مسلحة تسليح عالي المستوى الأمر لم يعد يقتصر حتى على الميليشيات نحن تجاوزنا موضوع الميليشيات تجاوزنا موضوع الفلاة السلاح العشائر اليوم باتت تمتلك أسلحة كبيرة وثقيلة وتهدمت كثير من المواجهات التي حصلت في البصرة في العماقة هذه المواجهات التي تستخدم فيها سلاح سقيل ومتوسط بالإضافة للسلاح السكيل بالتالي نحن أمام مشهد معقد مشهد أي حكومة حتى لو جاءت غدا حكومة عراقية منتخبة ومن قبل الشعب العراقي وتمثله تمثيلا حقيقيا ستواجه مشكلة كبيرة وكبيرة جدا تراكمات السنوات الماضية كثيرة وربما واحدة منها وأحقدها وأطعبها هي موضوع انتشار السلاح الذي تحول اليوم إلى أداة لتنفيذ الأجدات وتحول إلى أداة للتغيير الديمغرافي وتحول إلى أداة للتغيير الاجتماعي وتحول إلى أداة للاستحواذ والسلطة من قبل هذا الطرف أو ذلك نعم دكتور فاروق الاحتلال الأمريكي كان يبشر عبر بواقه الإعلامية قبل عام 2003 بأن العراق سوف يكون ديمقراطيا ولكن نرى أن من خلال عمليات الفساد ولنتحدث فقط بموضوع الأسلحة الفساد فيما يخص موضوع الأسلحة والعقود الوهمية أكثر من 44 مليار دولار في عهد المالكي وحده أبرمت من أجل أسلحة لم تصل إلى العراق حتى الآن نتحدث عن جزئية الفساد وهي جزئية ليست طبعا ممكن أن تكون كلية وليس جزئية إسكات الأصوات الحرة المطالبة بالديمغراطية بالقتل عبرة بالكاتب إسكات التظاهرات التي تنطلق ضد الفساد الحكومي من وجهة نظرك مع وجود هذا الكم من الأسلحة عشائر مسلحة مليشيات مسلحة كل هؤلاء هم يمثلون عناصر من منظومة الوطن هم ينتمون إلى الوطن هل هذا التثقيف بأن المفسد هو صاحب المفسد هو الذي يحكم في المنطقة الخضراء ألا يوجد نفعا من خلال أي مواقع تواصل اجتماعي تثقف في سبيل أنه إنهاء هذه الأزمة من خلال تظاهرات يعني تتظافر الجهود فيها من قبل العشائر من قبل حتى العناصر من قبل العناصر حتى من قبل العناصر التي منتمية للميليشيات نعم بس حبيت أعقب على نقطة دور الأمم المتحدة آه تفضل للأسف دور الأمم المتحدة سلبي قبل احتلال العراق وكنا نتذكر أيام الحصار ودور المفتشي الأمم المتحدة وكشفة الوثائق دورهم التآمري على العراق وطرحهم تقارير على الرغم عدم امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل كان دور المفتشين دور سيء وبالأخص كان دور البرادعي ودور باتلر كان مضاف إلى ذلك بعد الاحتلال مندوبي الأمم المتحدة اللي جوا للعراق باستثناء البرازيل اللي اختيل في سنة 2004 باستثناء هذا المندوب كنهم كانوا يعني مثل ما كشفت الأمور ومثل ما توضح أنه أناس يبحثون عن مصالحهم الخاصة وكان أحدهم يذهب لزيارة المراقد في كربلاء أو النجف وكأنه هو من معتنق هذا المذهب أو ذاك وكان يذهب إلى المراجع ويستأنس رأي المراجع في الوقت اللي هو ممثل للأمم المتحدة اللي المفروض مثل ما ذكر الأستاذ ضياء أن يكون هو موقف موقف دولي تجاه دولة رسمية وعضوة في الأمم المتحدة نرجع إلى المسألة الديمقراطية الديمقراطية هي كلمة طرحها الرئيس جورج بوش امتلاك الأسلحة الدمار الشامل مع غياب الدمقراطية في النظام العراقي إزالة أسلحة الدمار الشامل ما نوجد أسلحة دمار الشامل طرح الديمقراطية والتجربة الدمقراطية لم يحققوا أي دمقراطية وبالدليل أنه الانتخابات اللي جرت والدستور اللي أقر في المرحلة الأولى أقر على أساس المحاصصة الطائفية وهذه المحاصصة هي تنسف الديمقراطية عندما أنت تضع عقد في الدستور نفسه هذا هو العرقلة الديمقراطية وكنا نعرف أنا عشت التجربة الأولى تجربة الانتخابات الأولى لكنت في بغداد إلى عام 2006 شفت الانتخابات الصورية وآخر انتخابات جرت قبل عام كانت انتخابات سيئة يعني دكتور إذا سمحت لي نسبة المشاركة لم تتجاوز 20% ومع ذلك يعتبرها الناس أنه جرت بطريقة ديمقراطية بصيغة أخرى هل يمكن استثمار هذا الانتشار الفوضوي للسلاح في حالة إيجابية لتغيير الواقع العراقي؟ للأسف يعني توقعنا أنه انتفاضة البصرة تستمر انتفاضة بغداد تستمر كانت هناك انتفاضات فعلا حقيقية في المحافظات الغربية ولكن وقدت بطريقة تآمرت فيها إيران مع الولايات المتحدة بوجود المالكي وما ظهر من داعش وما ظهر بعد داعش وقدت هذه المحافظات ودمرت هذه الانتفاضات لذلك الآن للأسف أنا غير متفائل بهذه الانتفاضات لأنه أولا رغم أنه تخرج انتفاضة في مرحلتها الأولى تتوقع منها الشيء الكثير نتيجة امتلاك الميليشيات للقوة امتلاك الأحزاب السياسية للمال والسلاح شراء الذمم هذا وكتب من الأفوال هذه ثلاث عوامل هي أساسية لتدمير أي ولذلك الانتفاضة التي جرت في بغداد أخمدت في البصرة لا زال نعم الشعب بشكل كامل يعول عليه ولكن نحتاج إلى فعلا انتفاضة قوية داخل نحتاج إلى قيادة مركزية تضم جميع شرائح العراق وليس محافظة من المحافظات توحيد الجهود هذا باعتقادي ممكن أن يولد هذا الشيء أستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا أنتم في النمسا أستاذ ضياء هل هناك ثمة مشاريع قمتم بها في هذا الإطار في إطار مواجهة الانتشار الفضيع للسلاح وازدياد نسب الجريمة في العراق بالوقت الحاضر حقيقة نحن ما قمنا بهذا يعني بالسلاحة ولكن بس نقوم اتصامات ونوصل الرسائل إلى الجهات الرجلية النمساوية ونلتق مع المنظمين النمساويين ونقلهم ما يحدث بالعراق من عمليات جرامية وانتهاك لحقوق الإنسان ومن جراء هذه الأسلحة المنتشرة في العراق نعم هناك محاولات ولكن نحن نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عندها مشكلة بانتشار الأسلحة حتى المواطنين في داخل الولايات المتحدة الأمريكية والقتل هناك موجود ومشروع بالولايات المتحدة الأمريكية هذا ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية وما يحدث في العراق بالتسبة لولايات المتحدة الأمريكية هو أمر طبيعي القتال والزبح الموجود لأنه في بلادهم موجود على القتل والزبح في الولايات المتحدة الأمريكية موجود القتل حقيقة إحنا نبتعد عن الحقيقة الحقيقة لازم ننظر إحنا كشعب عراقي كعراق كعراقيين موجودين على هذه السربة على أرض الوطن ماذا نريد من هذا القدد هل نريد إحنا دول العالم والدول الأوروبية تسحى لإنقاذ العراق فإحنا واقعين في هذا في وهن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية أتت الولايات المتحدة الأمريكية لمصالحها الخاصة فيها وهذه المصالح ننفذ الجزء من حيث والجزء الأكبر لحد الآن لا ينفذ الدول الأوروبية ليس لها مصطحة لإنقاذ العراق من المأذق الذي هو عليه الولايات المتحدة تقمح أي دولة تريد أن تسحى لإنقاذ العراق من المحنة الموجودة فيه لأن هذه المحنة الموجودة في العراق حقيقة هي مبرمج لها معد لها بالبنتاجون أعدوا لها ولحد الآن الدستور وضع ليست بريمر وضعها البرمر هو نفذ المشروح هذا الدستور العراقي البنتاجون هو اللي يوافق على هذا الدستور هو الوافق على حل الجيش العراقي هو الذي يوافق على حل المؤسسات العراقية إذن هو مبارك بورك من قبل الولايات المتحدة بتدمير الدولة العراقية ومن خلال تدمير الدولة العراقية تدمير الشخص العراقي والمجتمع العراقي ومن قتل بالعراقيين من بدأوا بالعراقيين نحن نحرف كثير من المترجمين الذين ذهبوا مع الولايات المتحدة الأمريكية الآن الحصار في العراق وكانوا يبحثون عن مكانات العلماء العراقيين شو السبب يبحث المكانات العراقيين والوجود مكاناتهم وسكن العلماء العراقيين إذن هذه العملية عملية انتقامية من العقول العراقية والانتقام من العقول العراقية الموجودة في العراق بالوقت الحاضر وبعد الاحتلال مباشرة بدأ باغتيال كل العناصة العراقية وعلماء العراق حتى الفنانين لم يخلصوا من هذا الانتقام حقيقة هذا العملية مبربجة وذا كان الشعب العراقي يريد انقاذ نفسه الشعب العراقي هو المسؤول على انقاذ نفسه لا توجد دولة انتحين هذا الشعب على انقاذ نفسه كل دول الجوار ولا استثني احد لها ضرع في تدمير العراق الميليشيات الموجودة في العراق لها دعم خارجي داعش لها دعم خارجي الميليشيات السنية المتحكمة في الرمادي لها دعم خارجي لازم نحو نعلم من هو المستفيد من قتل العراقيين ونفح العراقيين الجيش العراقي حل بعنبية سياسية خريثة وهذا هو المريود منه انه تدمير هذا الشعب ارادة الشعب العراقي هي ممكن ان توقض الشعب العراقي لا توجد جهة سياسية ممكن ان تنفض الشعب العراقي ولا دولة في العالم ان تدخل بهذه المناحرات السياسية لا مصلح لها ابدا نعم استاذ اياد الدليمي الاحتلال الامريكي وايران يعني الكثير من المحللين يرون بان لهما مصلحة مشتركة في ايصال العراق الى هذه الحالة من الفوضى ولكن اسؤال استاذ اياد من نقطة التي يراد ان يصل العراق اليها بعد ان وصل الى ما وصل اليه يعني هو اعتقد النقطة التي يراد ان يصل اليها العراق فقد وصل اليه العراق العراق اليوم دولة ضعيفة العراق اليوم دولة شبه مفككة العراق اليوم لا يملك مقومات صناعة العراق اليوم لا يملك مقومات فادراته النفطية النفط الذي يذهب الصغادر في اغلب الأحيان لا احد يعرف كم يصدر العراقي يوميا من نفط احصايات تشير للم يقارب الربع مليون برميل يوميا لكن الكلام يدور عن ألقام اخرى أكبر حتى النفط الذي في باطل الأرض بات اليوم مبيوعا مسبقا بالتالي توقع أن العراق وصل إلى النقطة التي يراد أن يصل إليها من قبل من لا يريدون لهذا البلد أن يكون أتوقع أن ما يجري اليوم هو المحصلة هو الثمرة التي أرادتها أمريكا في لحظة معينة وأرادتها إيران في لحظات أخرى اليوم أمريكا موجودة أيضا في العراق موجود لها قواعد خاصة بعد ما يعرف بمكافحة الإرهاب وظهور داعش بالنسبة لإيران اليوم إيران موجودة على طول خارطة الوطن العراقي أتوقع أن لكل البلدين مصطحة كبيرة جدا في العراق وكل البلدين حفظت كثير من مصالحها في العراق هذا الانتشار بفوضة والاستلاح هذا العدام وجود الدولة بسلطتها بقوانينها بتشريعاتها ببرلمانها هذا هو ما يراد للعراق اليوم العراق يمتلك جيش ضعيف جدا وإن كانت قيمة التصليح العالية التي تشترى بها العراق السلاح لأن هذا الجيش شاهدناه ماذا فعل في الكثير من المنازلات للأسف لأنه جيش خير مدرب جيش بني على أسس طائفية جيش بني على أسس عقدية منحرفة جيش يستمت قوته من قوة هذه الميليشيا وذاك الزعيم بالتالي نشاهد اليوم أن الوضع القوة العسكرية العراقية التي كانت في يوم من الأيام مصدر صخر لكل عراقي انتهت العراق اليوم يمتلك بنا تحتية منهارة جدا قطاع الكهرباء ما زال يعاني رغم مرور يعني عقد ونصف العقد على احتلال عراق عام 2003 شبكة صف الصحي والمياه منهارة بشكل شبه تام القطاع الصحي طبعا هذا حدث ولا حرج القطاع التعليمي وما إلى ذلك بالتالي وجود عراق مفكك عراق ضعيف عراق لا يملف مقومات حتى النهوض مستقبلا لأن الكثير من بناء التحتية انهارت الأخطر من هذا أن حتى البناء الاجتماعي التي كان يرتكز عليها العراق في سنوات طويلة تابقة بدأت تتآكل وتتفكك بشعلي ما تم منذ عام 2003 حتى اليوم بالتالي أتوقع أن الوضع خطير وخطير جدا ما شاهدناه ولمسناه طوال عقد ونصف العقد من عملية تدمير ممنهج بدأت من عملية فتح معسكرات الجيش لكل من هب ودب ليسرق إلى عملية فتح الحدود لدخول الاستلاح بأشكال وأنواع مختلفة كل هذا أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم بالتالي أتوقع أن عملية إعادة ترميم ما تم تدميرها صعبة وصعبة جدا نعم شكرا لك دكتور أستاذ دكتور فاروق بالتأكيد وبلا شك الكثير من ضيوف الكرامة تفقوا على أن المحاصصة الطائفية بلا شك ترجمت على الأرض في العراق بإنعدام للبنى التحتية بتحطيم لأمال وطموحات الشباب بفوضى السلاح انتشار المخدرات انتشار الأمراض الاجتماعية العملية السياسية في العراق ما الذي تبشر به العراقيين الآن لكي تستمر في ظل الوجوه الموجودة وفي ظل السلطة الحاكمة والأحزاب الحاكمة لا يبشر بشيء لا يمكن وجربنا جربنا جرب المالكي وجرب قبل أياد علاوي ومن ثم الجعفري المالكي والجعفري وعادل عبد المهدي الآن الآن عادل عبد المهدي لحد الآن لم يتخذ نور المالكي نور المالكي وحيدر العبادي عفوا حيدر العبادي جاء بمصطلح محاربة الفساد وكان في كل مؤتمر صحفي يطرح محاربة الفساد وخرج والفساد لا زال هو المستمر وهو السلطة الأساسية لكل حكومة كانت تحمله شعارا نور المالكي يتحدث بالدستور بالدستور والعبادي يتحدث بالفساد وأول من خرق الدستور هو وعادل عبد المهدي أيضا يتحدث بالمكافحة الفساد بالمكافحة الفساد والتكنقراط وطرح مشروع التكنقراط ولكن التشكيلة الوزارية لا تدلل على أي شيء ولحد الآن للأسف ما موجود مثل ما ذكره الزملاء والأخوان ما موجود في السلطة الآن لا يبشر بأي شيء إيجابي يعني الآن لما يصبح العراق في القائمة السفلية في الأرقام الأولى من الخلف بكل شيء في الرعاية الاجتماعية في الصحة في التعليم المشكلة المديونية في هذا العراق الآن المديونية كبيرة نعم والمديونية المديونية لماذا؟ يعني أنت لما تأخذ مديونية لكي تحقق أو تنجز مشاريع لم تنجز أي مشاريع ميزانية 2014 لا زال غياب 144 مليار منها إذن الفساد هو الآفة والسلاح هو آفة والمخدرات هو آفة والبطالة هو آفة إنعدام التعليم الآن كان العراق حتى في زمن الحصار حتى في زمن الحرب العراقية الإيرانية أنا درست مادة العلاقات الدولية في قسم الإعلام في عام 83 في عز المعارك لم تنقطع الدراسة يوم واحد لم تتوقف الدراسة في العراق الآن الدراسة في العراق من يطمح إلها؟ أين هي المعاهد؟ أين هي الجامعات الرصينة؟ أين هي الثانية؟ إذن كل القطاعات الآن العراق شهد تراجع إلى الخلف رغم أنه عانينا من الحصار والحصار أثر ولكن جاء الاحتلال ليقتل ما تبقى من الدولة العراقية أريد فقط في دقيقة واحدة أستاذ دكتور فاروق الكثير من الدول دخلت حروبا مع أمريكا ولكنها نحضت؟ نعم الآن هل ثم تدور ربما لمنظمات مجتمعية تعمل باتجاه التثقيف لمنع هذه الظواهر الانتشار الأسلحة والجريمة ومعرفة موقع العراق الآن موقع كل مواطن عراقي من العالم يمتلك إمكانيات كبيرة جدا الخبراء والعلماء والكفاءة العراقية في الخارج كبيرة ولكن قد ما يتوفر الظرف المناسب ويتوفر القائد الوطني وأركز على القائد الوطني لأنه بدون قيادة حقيقة بدون قيادة قادرة على اتخاذ قرار مناسب لا يمكن وفق هذه الحكومة الموجودة لا يمكن أن يقوم للعراق قائمة في هذه المرحلة شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور فاروق الفتيان الأكاديمي والسفير العراقي السابق شكرا ضيف الكريم وشكرا لك أستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا شكرا جزيلا لك أستاذ ضياء ونشكرك شكرا جزيلا الأستاذ إيادة دليمي الكاتب والصحفي العراقي شكرا ضيوفي الكرام وشكرا لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء